السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد وخبرنا النهاردة بتكلم عن الإشعاعات المتدولة بالنسبة لأبو جبل برضو طبعا ان هما بيقولوا انه في علاقة ما بينهما بين بنت الحضري او ان يعني فيه إشعاعات ان هما يرتبطوا مع بعض لكن برضو ده كله إشعاعات مش كلام صحيح أبدا وان انتشر فيديو ان الحضري بيدرب أبو جبل وصبحي على المبارات السنغال وده طبعا برضو غير صحيح لأنه ما فيش أي تدريب لأن الزمالك حيلعب مطش بكرا ان شاء الله فطبعا هو في تدريب الزمالك لأنه هو محطوط في القايمة بتاعت اللعيبة فازاي ان هو حيتدرب كده وحيتدرب كده طبعا ده برضو غير صحيح ومش بيتضرب ولا حاجة كل دي تدريبات قديمة ما قامش بنشر أي مقاطع خالص فيها أي تدريبات لأنه ما فيش فعلا تدريب مقطع عنده شعر على السوشيال ميديا لأبو جبل وهو بيهزر مع ساسي وبين شرقي وطبعا هما بيقولوله أبو جبل لكن طبعا ده المقطع برضو ده مش جديد المقطع ده قديم من أيام ما كانوا بيلعبوا في قطع تقيقة هو اختفاء أبو جبل عن الساحة نهائيا وكمان سمارة وربنا يهدي الأحوال يا رب وأنا بس دايما محبا أوضح لكم الصورة علشان ما فيش حد يفهم الأوضاع خاطئة فيش أي حاجة دي من دي حصلت خالص لكن هو ملتزم الصمت نهائيا من ساعة آخر حاجة ظهر فيها وهي البرنامج معكم منشطة اللي محطوطة على الأنيستة عنده على الصفحة الشخصية بتاعته على الإستجرام بتاعه طبعا الناس بتقول إن هو كده بيلمح إن هو حاطت أغنية للعيلة دي أغنية كان حاطتها أخوه وأخدها هو وحطها على الإستجرام عنده وكمان الفانز بتو أخدوها وحطوها هي مش دليل لأي حاجة خالص وربنا يهدي الأحوال ونشوف حضراتكم يرب على ألف فقير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته